تستمر فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 تحت شعار الرياض تقرأ وذلك في حرم جامعة المالك سعود الذي يقام حتى الخامس من أكتوبر المقبل ويشارك في المعرض أكثر من 2000 دار نشر من أكثر من 30 دولة موزعة على أكثر من 800 جناح إضافة إلى مشاركة هيئات ومؤسسات ثقافية سعودية وعربية ودولية تغطية رائعة صراحة من ناحية تنوع الكتب تنوع الفعاليات الندوات الموجودة في منطقة الأطفال تغطية منطقة المأكلات والمشروبات في تنوع كبير جدا وكثير ثاني سنة أجي المعرض ومرة رأي ممتاز فيه الصدق وأتمنى لكل يزورة يعني ويجي وأفضل تكريم للراحل البدر عبد المحسن رأي يرحم ويغفر له يا رب مش غريب على مملكة العربية السعودية في قامت مثل هالمعارض الكتاب الدولية بصراحة شي حلو احتكت مع كثير مع مختلف الفقافات مختلف الجنسيات مختلف الكتب أيضا واكتشافت وجرابت يعني معرض السنة هذه كان استثنائي صراحة بالنسبة للأقسام اللي كانت موجودة تنوع الأقسام اللي كانت موجودة من أدب من ثقافة من علوم قانونية مالية وأيضا تكريم الراحل البدر عبد المحسن رحمة الله عليه شعر الوطن وأي شخص في أي مجال متخصص في أي مجال يجي هنا بيقلق المكانه ترجمة نانسي قنقر